موسيقى زخم كبير تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة علاقات وثيقة واستراتيجية تقوم على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين وتستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي لمصر وعمان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف في يونيو 2022 عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان لتصل إلى خمسمائة وستة وثمانين واثنين من عشر مليون دولار خلال عام 2021 مقابل خمسمائة وستة وأربعين وتسعة من عشر مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها سبعة واثنين من عشر يأتي هذا في حين بلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر ثمانية وستين وثمانية من عشر مليون دولار خلال العام المالي 2020 2021 مقابل خمسة عشر وثمانية من عشر مليون دولار خلال العام المالي 2019 2020 بنسبة ارتفاع قدرها ثلاثمائة وأربعة وثلاثون وثمانية من عشر بالمئة وخلال اللقاءات المتبادلة بين مسؤول الحكومتين أكدت الحكومة المصرية دائما أنها تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل وأشارت الحكومة المصرية إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها بشكل كبير على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزرعة هذا وتوفر الحكومة العديد من الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية ما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان